أشهد المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بمبادرة جلالة الملك المفدى ببناء ثلاثين معهدا أزهريا في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية الشقيقة وثمنا دعم جلالته لرسالة الأزهر الوسطية ومنهجه القائم على التعايش والتسامح والاعتدال كما نوه المجلس في جلسته الاعتيادية التي نعقدت صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب الرئيس نوه بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى يده الله أمام القمة الإسلامية الثالثة عشر في اسطنبول وأشار المجلس إلى أن مضامن الكلمة السامية كانت بحق دعوة صادقة انطلقت من رؤية ثاقبة وحكيمة عبر دعوة جلالته المجتمع الدولي إلى إعلان الحرب على الإرهاب وثمن المجلس تأكيد جلالته على ضرورة تحقيق التضامن الإسلامي الذي تتطلع إليه الشعوب المسلمة إلى ذلك ندد المجلس بالمجازر الوحشية بمدينة حلب السورية وفي سياق منفصل رفع المجلس تهني وتبركاته بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج كما هنأ بافتتاح جامع المغفور له الوجيه راشد زياني في منطقة قلالي وأعرب المجلس عن ترحيبه بإقامة التصفيات النهائية لمسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدع